السلام عليكم ورحمة الله وطلابنا الأحباء في كل مكان شرحنا درس المصدر الميني وشرحنا درس المصدر الصناعي والاسم المنسوب وإن شاء الله النهاردة هنحل تدريبات التدريبات دي على درس المصدر الميني والمصدر الصناعي والاسم المنسوب إن شاء الله طبعا كالعادة حضرتك تقدر تتواصل معنا وتحصل على الشرح ده بي دي اف وكمان تحصل على التدريبات دي بي دي اف بحيث ان انت تسمع فيديو الشرح أو تشوف فيديو الشرح يعني تستفاد منه بعد كده تحل تدريبات وطبعا مع التدريبات دي بيكون فينا مذك إجابة بالتفصيل إن شاء الله عشان حضرتك تكون متأكد من كل سؤال أنت بتجاوب عليه طب يلا بينا السؤال رقم واحد هنا بنقول بسم الله قال الشاعر إذا صح عونوا الخالق المرء لم يجد عسيرة من الآمال إلا ميسرة أختر مما يلي الترتيب الصحيح الذي وردت عليه المشتقات الخالق وميسرة طب أنا عندي كلمة خالق دي يا جماعة على وزن فاعل فهي اسم فاعل طبعا دلت على اللي قام بعمل الفاعل اللي هو اللي خالق يعني طب هنا بنقول ميسرة أنا عندي الكلمة ديمين مضمومة وعندي فتح من قبل الآخر فهنا ده اسم مفعول وكمان دلت على اللي وقع عليه الفاعل فبنقول عسيرا من الآمال إلا ميسرة فميسرة دي عائدة على الأمال اللي احنا هنحققها فبالتالي ده اسم مفعول يبقى الأول ده اسم فاعل والتاني ده اسم مفعول يبقى اسم فاعل واسم مفعول الإجابة ركم ألف طب ركم اتنين هنا بنقول حدد المصدر الرباعي في البيت التالي أنا عايز المصدر الرباعي قال الإمام علي رضي الله عنه تغيرت المودة والإخاء وقل الصدق وانقطع الرجاء طبعا المودة ده لا ده مش مصدر أصلا يعني مش مصدر لفاعل الرباعي طبعا ولا الصدق ولا الرجاء طبعا إخاء من أوزان المصادر الرباعية على وزن فعال طبعا فبالتالي ده هو الإجابة الصحيحة ركم تلاتة بيقول لي هنا صوب الخطأ في الجملة التالية المصدر الميمي من الفعل قال بضم الميم متقول يعني لا المصدر الميمي من الفعل قال بص تعالى أقول لك معلومة نريح بها نفسنا لو أنا عندي فعل أجوف زي قال أو لو أنا عندي فعل ناقص زي ساعة لما تحب تجيب منه المصدر الميمي ما تتعبش نفسك حط ميم قبل منه بس انت كده جبت منه المصدر الميمي فقط كده الموضوع انته نقول ثاني المعلومة بنقول لو أنا عندي فعل معتل أجوف زي قال مثلا أو عندي فعل معتل ناقص زي ساعة وأنا عايز أجيب من المعتل الأجوف ده أو المعتل الناقص ده المصدر الميمي كل اللي عليك انك تضع ميم مفتوحة وفقط بس وساعتها المصدر الميمي على وزن مفعل فأنا لو وضعت ميم مفتوحة يطلع مقال اللي هي الإجابة رقم دال فكده بدون لغبط خالص وبدون محضرتك يعني يكون عندك نوع من الشك في الإجابة رقم أربعة هنا بنقول لك إيه ميز المصدر الصناعي في العبارة التالية حاضر بيقولي هنا الانعزالية طب الانعزالية دي وانا مغمض ركز هي المصدر الصناعي ليه والله أنا عندي دي كلمة يعني جات في بداية الجملة والخير هي مشددة وتقام ربوطة والكلمة دي يا سيدي لا هي نعت ولا وقعت معطوف على نعت لا نعت ولا وقعت معطوف على نعت يبقى شرط ان الكلمة دي تكون مصدر الصناعي تحقق يبقى ده هو المصدر الصناعي تمام طب ما أنا مستر ممكن أقولي التنمية أنا حذرتك من الموضوع ده قبل كده قلت لك التنمية دي مصدر صريح من الفعل نمى فاحذر منه نمى تنمية نمى تنمية فعالة تفعيلة لأن الفعل لما بيكون الفعل الرباعي لما بيكون جاي على وزن فعالة وبيكون ناقص يعني آخر وعلا بنجيب المصدر بتاعه على وزن تفعيلة فبنقول نمى تنمية تنمية دي على وزن تفعيلة فهي مصدر لفعل رباعي أما الاقتصادية فهي وقعت نعت فتكون اسم منسوب وليست مصدر صناعي وكذلك كلمة هنا بنقول النامية برضو الدول النامية فتكون طبعا نعت فتكون اسم منسوب وليست مصدر صناعي رقم خمسة هنا بنقول ايه مسعى الدولة نحو التنمية المحلية أمر عظيم بيقول لي مسعى والتنمية والمحلية خلاص يا جماعة احنا متفقين من شوية ان التنمية دي مصدر لفعل رباعي صح كده تمام تمام طيب يا طرى بقى التنمية خلاص احنا خلصنا مان طيب مسعى طيب بص يا سيد انا عندي كلمة زي كلمة مسعى والكلمة دي بدأ بمين فانا شاكك بين مفتوحة طبعا يا طرى ده اسم زمان ولا اسم مكان ولا اسم مفعول ولا ايه بالزبط والله حضرتك جرب تضع مكانها المصدر الصريح هنجرب نضع مكانها ايه المصدر الصريح لو معنى الجملة تمام والدنيا مفيش معا مشكلة ومعنى الجملة تم يعني فخلاص ده يبقى اسمه مصدر ميمي طب لو معنى الجملة ما تمش او الكلمة اصلا مش لايقة في الجملة لا يبقى ده استحال يكون مصدر ميمي وابتدى دور يا طرى الكلمة دي هتكون ايه طب درب نحط كده الفعل بتاعه اصلا اسمه ساعة فالمصدر الصريح من ساعة سعي طب ينفع اقول سعي الدولة نحو التنمية المحلية امر عظيم اه يعني الجملة تمت من حيث المعنى والدنيا تمام جدا سعي الدولة نحو التنمية المحلية امر عظيم خلاص يبقى ده مصدر ميمي بس كده لان ليه لان صح ان انا اضع مكانه المصدر الصريح يبقى يا سيدي ده تمام مصدر ميمي ده مصدر رباعي طبعا المحلية هنا هتكون نعت واخيرا يا مشددة وتاعة مربوطة فبالتالي يا جماعة هتكون اسم منسوب طب هنا بنقول مصدر ميمي مصدر صناعي لا التانية مش مصدر صناعي التانية دي كانت مصدر رباعي برضو انا بيقول لي اسم منسوب لا مصدر صريح الاولى مصدر صريح لا الاولى مصدر ميمي فالتالي مش نفع خطأ يعني مصدر ميمي مصدر صريح اه لان التانية مصدر الفعل رباعي فهي مصدر صريح يبقى مصدر ميمي مصدر صريح اسم منسوب فكده الدنيا تمام طيب كويس جدا يلا بينا على السؤال اللي بعد كده بنقول يا سيدي هنا ايه رقم 6 ان مسؤوليتك الشخصية ايها المصري الدفاع عن بلدك اللي الشخصية كلمة الشخصية يعني يا طرى الكلمة دي مصدر صناعي ولا مصدر ميمي ولا طبعا استحالك كل مصدر ميمي ولا مصدر صريح ولا اسم منسوب بص يا سيدي ان مسؤوليتك الشخصية كلمة الشخصية دي اخيرها يا مشددة وتأمر بوتا كويس جدا وقعت هنا ايه وقعت نعت تمام لان طبعا الكلمة المسئولية دي او كلمة مسئولية دي معرفة بالضمير فبالتالي الكلمة دي كده نعت اه كلمة اخرها يا مشددة وتأمر بوتا وقعت نعت اه يبقى انا على طول بتكلم في الايه في الاسم المنسوب على طول يبقى اسم منسوب طبعا سبعة بنقول حدد المدلول الصرفي يعني المدلول الصرفي يعني انا عايزك تقول الكلمة دي من حيث يعني المدلول الصرفي بتاعها ايه اسم فاعل اسم فعول تمام اسم زمان اسم مكان ولا ايه بالظبط فانا بيقول سرني مختار الباحث المراجع المناسبة لبحثه حل بيقول لي يا ترى اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا اسم مكان ولا مصدر ميمس تحالة طبعا تكون اسم مكان تعالى نشوف بقى سرني مختار الباحث المراجع المناسبة لبحثه بص يا سيدي ينفعشيه الكلمة مختار دي واضع مكانها المصدر الصريح منها اللي هو اختيار ليه هتضع اختيار ما هو الفعل اصلا اسم مختارة فده فعل خماسي يبدأ بالف ايه وصل فالمفروض ان المصدر الصريح منه اختيار فهل ينفع ان انا اضع اختيار مكان مختار تعال نشوف سرني اختيار الباحث المراجع المناسبة لبحثه والله نفع والدنيا تمام يبقى انا مغمط ده مصدر ميمي بس كده تاني نقول احنا بنجرب نحط المصدر الصريح مكان الكلمة الموجودة لو نفعت يبقى ده اسمه مصدر ميمي ما نفعتش يبقى ده مش مصدر ميمي طب هنا نفعت يبقى خلاص ده مصدر ايه ده مصدر ميمي رقم تمانية هنا بنقول هذا الصباح مختار الفائقين من الطلاب خلاص يا جماعة احنا كده جملة سهلة لان كلمة الصباح موضحة جدا ان خلاص الكلمة هنا دلت على زمن يبقى ده اسم زمان يبقى انا عندي الاختيار رقم باقي كده هو الصحيح اسم زمان تسعة يا سيدي بنقول الخير مختار من قول الفضل والصلاح والله تعال نشوف ينفع قول الخير اختيار من قول الفضل لا مش نفع الخير يا جماعة هنا هو اللي وقى عليه الاختيار وقى عليه ايه الاختيار يعني يوقى عليه الاختيار يعني كلمة مختار هنا دلت على اللي وقى عليه الفعل لان اللي بيختاره هم قول الفضل فالخير هو اللي بيقى عليه الاختيار يعني نقص ده اقول ان الكلمة دي كده دلت على ما وقى عليه الفعل اللي هو المفعول يبقى ده كده اسم مفعو ولا تمام؟ لأن الكلمة دلت على اللي وقع عليه الفعل رقم 10 هنا بنقول ايه؟ المؤمن مختار ما يصلحه في دنيا واخرى المؤمن بيختار الحاجة اللي هتصلحه يعني أو الشيء الصالح طيب المؤمن يا سيدي مختار طيب أنا عندي كلمة مختار دي دلت على اللي قام بعمل الفعل يعني كده دلت على الفاعل مش احنا متعودين مع بعض ان كلمة مختار دي ينفع تكون اسم فاعل ينفع اسم مفعول ينفع زمان مكان مصدر ميمي ينفع كل الكلام ده ينفع فاللي بيحدد لك والمعنى فتمشي بنفس المنطقة اللي احنا قلنا عليه ده طيب ما أنا عندي المؤمن ده هو اللي قام بالاختيار يعني هو اللي بيختار يعني هو الفاعل فبالتالي كلمة مختار هنا دلت على اللي قام بالاختيار فدلت على الفاعل تبقى تكون طبعا اسم فاعل لانها دلت على اللي قام بالاختيار رقم 11 هنا بنقول ميز الفرق بين الكلمتين يعني بين الكلمتين كلمة الانهزامية يعني في الجملتين ماشيا سيدي تعال نشوف هنشوف كلمة الانهزامية في الجملتين موضوعها إيه هنا بنقول الانهزامية خلاص أنا حددت ان دي خلاص كده مصدر صناعة بمجرد النظر طب ليه حددت انها مصدر صناعية تعال أقول لك أنا عند الكلمة دي طبعا أخيرها إياء مشددة وتق مربوطة صح ايه الانهزامية اخيرة يا مشددة وتق مربوطة صح لو جدا للأخيرة يا مشددة. و görce معتها ويصد اقصーい إذا وقعت نعت ياقط هي كلمة جاه في بداية الجملة فخلاص فانا مغمض مبتلأ اه يبقى نضامن كده ان المهم ان الكلمة دي خلاص يا جماعة خلاص أنا اضامن ان الملمة دي هاتكون مصدر صناعي اخيرا يا مشددة وتق مربوطة ولا. ولا وقعت نعت و كلمة ا akhir vielf «بداية لانها جافة في بداية الجمع. طب هنا بقى بنقول لك ايه? يسعى الاعداء يائسين الى بث المشاعر. المشاعر هنا طبعا مضاف اليه مجرور بالكسرة. تمام? المشاعر الانهزامية. طب ما انا عندي كلمة الانهزامية دي اخيرة هي مشددة وتاء مربوطة. يبقى ده ممكن يكون مصدر صناعي ممكن يكون اسم منسوب. ولكن هنا هي وقعت نعة الكلمة المشاعر فتكون اسم منسوب. يبقى الاولى دي مصدر صناعي والتانية دي هتكون اسم منسوب. ولا مصدر صناعي والتانية اسم منسوب ايوا. يبقى الاختيار رقم الف كده هي الاجابة الصحيحة يعني. رقم اتناشر هنا بنقول اختر من بين البداية التالية الجملة التي احتوت على مصدر ميمي. عايزين الجملة اللي فيها مصدر ميمي. هنمشي بقى بالمنطق اللي احنا قلنا عليه. هنجرب نضع مكان الكلمة المصدر الايه? المصدر الصريح. اللي تنفع تكون هي المصدر الايه? الميمي. طيب طبعا للمساء دي انت شاهلها اصلا لان المساء هنا زمان. فبالتالي يا جماعة هتكون الكلمة دلت على زمان. فهتكون ده اسم زمان اصلا مش مصدر ميمي. الصدر ده مكان. الصدر مستودع الاسرار في الصدر ده مكان. فالكلمة دي كده هتكون اسم مكان. السر مستودع انه عند الثقات يعني عند الناس اللي احنا بنثق فيه ماشي. بص يا سيدي. السر ده هو اللي وقع للفعل. فبالتالي كلمة مستودع هنا هتكون اسم مفعول. طب انا مصدر شاكك في الاجابات بتاعتي دي كلها او شاكك ان انا خلاص انا كده وصلت ان دي هي الجملة الصحيحة ووصلت ان المستودع هنا هتكون هي الاجابة يعني. طب انت بناء على ايه قلت ان مستودع هنا هتكون مصدر ميمي. بناء يا سيدي انها لا دلت يعني ما دلتش على زمان ولا مكان. ولا دلت على ما وقع عليه الفعل اللي هو المفعول. ما دلتش على اي حاجة من دول. خلاص تبقى هي مصدر ايه ميمي. طب الكلام برضو مش مؤكد بالنسبة لي عايز اتأكد اكتر واكتر. جرب تضع مكانها المصدر الصريح. لو صح. خلاص. لو نفع تبقى هي ايه? تبقى هي مصدر ميمي وتتأكد انها مصدر ميمي. تعال نجرب. اسعدني مستودع الامانات عند الاخيار. اسعدني. الفعل بتاع اسم هه استودع. اسعدني استيداع الامانات. يعني كتبك تترك الامانات عند الاخيار آه نفعي. يبقى خلاص. ده كده اسمه ايه؟ اسمه مصدر ميمي. لانه صح ان انا اضع مكانه المصدر الصريح. صح ان انا اضع مكان 0 مصدر الصريح. تمام يبقى الاختيار رقم جيمه كده هو الصحيح. هنكتفي بهذا القدر زي ما قلنا تقدر تحصل على كل الكلام ده بالشرح كمان لو انت حابب تتواصل معنا وتأخذه يارب نكون أفدناكم ونراكم دائما على خير في حفظ الله ورعاية